لجل الزخد عشان ما تبيش لقاحك في يدي اول مره لفرح يا ما بتلم اشف الجواز باطلع المستقبل مات يوم ما مات تحنادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين اي اولاد وحشتوني 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 النهاردة معانا شخصية جميلة جدا من السينما المصرية القديمة وهي امينة رزق اتولدت امينة رزق في 15 ابريل سنة 1910 وتوفت في 24 اغسطس سنة 2003 هي ممثلة مصرية وتعتبر صاحبة اطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية كانت بدايتها الاحترافية في فيلم سعادة الغجارية سنة 1928 وتخطت سنواتها عملها في السينما 75 سنة اتولدت في طنطا وبدأت دراستها في مدرسة ضياء الشرق سنة 1916 بعد كده اتنقلت مع والدتها علشان تريش في القاهرة عائشوا مع خالتها الفنانة امينة محمد وطبعا ده بسبب وفاة والدها اللي توفق وهي عندها 8 سنين ظهرت لأول مرة على خشبة المسرح سنة 1922 لما غانت جنب خالتها في احدى مسرحيات علي الكاستار في مسارح رود الفارق بعد كده اتنقلت للعمل في فرقة رامسيس المسرحية اللي اسسها عميد المسرح العربي يوسف بيك واهبي كان سنة 1924 وظهرت في مسرحية راس بوتين وشاركت في اغلب مسرحيات يوسف واهبي لانها ارتبطت بيه كاستاذ وفنان ورغم حبها الشديد لي ما تجاوزتوش وكانت شخصية اساسية في معظم اعماله ومن ابرز مسرحيتها اللي قدمتها في السبانيات مسرحية السانيورة ومسرحية انها حقا عائلة محترمة وكانت بالاشتراك مع فؤاد المهندس وشويكار وكان اخر ما قدمته على خشبة المسرح قبل شهور من وفاتها مسرحية توفيق الحكيم يا طلع الشجرة وكانت مع الفنان احمد فؤاد سليم في مجال السينما بزغ نجمها كممثلة قديرة وما تجاوزتش امينا رزا ابدا ولكن في حكاية حكاية لكم بعدين كمان شوية عن موضوع الجواز والارتباط والكلام ده كانت بتحظى بحب واحترام كل العاملين في المجال الفني واللي شافوا فيها مثال للاحتواء والانضباط وكانوا بينادوها ماما امينة بتعيينة امينة رزق عضو بمجلس الشورى المصري في مايو 1991 وحصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الاولى من الرئيس جمال عبد الناصر تعدت اعمالها الميتين وتمانين عمل فني لها حوالي مية وتلاتين فيلم خلال سبع عقود زمنية اولها فيلم سعاد لغاجرية سنة 1928 زي ما قلنا من شوية واخرها كان الكلام فيلم ممنوع سنة 2000 ولها حوالي مية وعشرين عمل تليفزيوني كان اخرهم ادهم وزنات والتلات بنات وطبعا اعمال مسرحية كتير ومن بعد اعمالها الكتيرة اشهدوا يا ناس اولاد الزوات الدفاع البؤساء ساعة التنفيذ الدكتور قيس وليلة برلنتي رجل بين امرأتين قلب امرأة عاصفة على الريح اولاد الفقراء اموال اليتامة الطريق المستقيم من الجاني ليلة في الظلام الام راقصة المعبد ضحايا المدينة هارب من السجن كل بيت اللو راجل مصطفى كامل غضب الوالدين باقعة الخبز في شرع مين قلبي على ولدي شريك حياتي كيليو باترا سلوة كرسي الاعتراف وكان من اشهر ادوارة السينماية دورها في فيلم باقعة الخبز وكمان فيلم دعاء الكروان اللي نجحت فيهم جدا نجاح باير وجاسدت خلالهم دور الام ببراعة ودورها في فيلم الشموع السوداء اللي جاسدت فيه دور الام لشاب فقط بصره نتيجة ازمة عاطفية مارت بحياته وفيلم المولد مع الفنان عاد الامام وفيلم العار مع نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فامي اما عن اعمالها المسرحية فقدمت مسرحية كتير زي الف ضحكة وضحكة الشبح العدو الحبيب المليونير السهيوني نكر ونكير ابن الفلاح يد الله يطالها الشجرة انها حقا عائلة محترمة واللي قدمت فيها شخصية كوميدية قبارة الجميع ومن اعمالها الدرامية هاربات من الماضي البشاير قبرة عيدة السيرة الهلالية الامام البخاري احلام مؤجلة خلط صفية والدير وفي لقاء صحفي اجرته الفنانة امينة رزق سنة 1953 قالت فيه انهم لقبوها بعدوة الرجال لانها كانت بترفض الجواز عشان تتفرغ بالفن ولانها كانت اثرت فيها الشخصيات اللي كانت بتجسدها وكانت للمرأة اللي دايما كانت ضحية رجل وعلى الرغم من انتشار شقاعات حبها اليوسف وهبي اللي ملقت كل الارجاء اللي انها اكدت ان حبها لي ما كانش حب عاطفة وانها حضرت جميع زيجاته وانها دايما كانت بتتمنى له الخير والسعادة وكان فيه اقاويل تانية بتقول انها تنكرت في زي خادمة علشان تبعد جواب غرامي ليحدى حبيبات يوسف وهبي واذا اعمل بعض الاخر انها كانت بتعيش قصة الحب بس من طرف واحد احبها الممثل مخترا اسمان وصراحة بحبه لكن هي مقدرتش تبدلوا نفس الشعور وكمان اسم وجدي كان مدير مصرح رمسيس كان بيحبها اوي 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 وكان بيغير عليها جدا لدرجة انه كان بيمنع اي شخط او فنان انه يقرب منها ولما ولدتها عارفت الكلام ده قررت ان هي تصحبها كل يوم للمسرح علشان تبنع انه هو يضيقها رفضت الجواز من ساري عربي كان عايز يتجوزها وده كان سبب ازمة كبيرة جدا لكن بعد كده الامور هدت لما عارف ان هي رفضته عموما مش رفضة عشان شخصيته يعني عارف ان هي رفضة عشان رفضة فجرة الجواز من الاساس مش رفضة لشخصه اتخطبت امينة رزق مرة واحدة بس في حياتها لما عالتها غصبت عليها ان هي تتخطب وكان بيشتغل زابط واول ما سافر شغله بعتت لهدية الخطوبه علشان ترجع لشغلها تاني ولفنها بعد 14 سنه بقى رجع الزبط ده من جديد عشان يتجاوزها بعد ما كان طلق زوجته الاجنبية وكان الاتفاق انه يكون عقد قران وبس لكن اتفجأت انه هو بيطالبها بحوه الشرعية فرفضت لانها ما بتحسش نحيته باي عاطفة وتم الانفصال لذلك لقبت في الفن بالأم العزراء توفت في 24 اغسطس سنة 2003 اسر اصابتها بحبود حد في الدورة الدموية بعد صراع طويل مع المرض استمر لشهرين رحم الله الفنانة وتجاوز عام سيئاتها واسكنها فزيح جناته لو اعجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس ودعوة جديدة افتكروني بدعواتكم باي باي باي